السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خوخة نقول لكم ساحا عيدكم وكل عام تم بخير اللهم ارفع عنا البلاء ابقوا في دياركم باش يروح علينا هذا المرض اوكي معتكم وين تروحوا معتكم وين تخرجوا بعدو في دياركم خالكم اليوم جبت لكم سابلي بريستيج بوصفة اقتصادية ورقية وبنينة بزف بزف دوب في الفم يعني كتشوفوا كما هكت قولوا او باينة باللي مقادر توعاها بزف لا بالعكس هذه المقادر موجودة في المنزل وما تحتاجيش تخرجي تشريها ولا تكلفك دراهم بزف هذا السابلي بريستيج درتها خصيصا لهذه الأيام الصعبة لنا عايشينا وان شاء الله يارب يرفع عنا هذا البلاء يعني اي حاجة تبغيها تلقيها في الدار بلالك ما تخرجي برا سابلي بريستيج وكذلك ما تحتاجيش انك تشري الكون في تيغي يعني المربى لاني درت لك واحد الناباج ساهل ومقادرها موجودة في المنزل الافكار جديدة تساعدك بزف في طبخ الحلويات اليوم جبت لكم هذا السابلي اللي تفتت ويدوب في الفم ما شاء الله عليه و جبت لكم بنوعين يعني بالشوكولة وبالنوات كوكو كما تبغي يعني اللي حب الشوكولة ديري لها نصف شوكولة وكان اللي يبغي النوات كوكو ديري لها بالنوات كوكو هذه الناباجي ما شاء الله عليها تقدي تديريها في اللي كيك في الكاب كيك كما درت لكم المرة اللي فاتت في الكاب كيك درت لكم بدوق الليمون جد صفرة يعني ما شاء الله عليها تعمريها كحوشوة ولا تطليها من فوق رواء يلا بدون إطالة روحوا إلى مقادر الوصفة عندنا هناي 125 جرام تعزبدة مايوعد الكأس تعزبدة طرية وهناي زدت لها الزبدة الفول السوداني يعني زبدة الفول السوداني خدمتها في المنزل كنت حابة نطحها للكوكو فاجاتني فكرة قلت عليها ما نديرش زبدة الفول السوداني فزدت طحنت أهم لي حتي لي صار عندي هكا طلق هذيك الزبدة التاعه ولا طري فحبست وضفته للقاطو التاعي باش يعطيك بنا روعة للقاطو وهناي ضفت نصف كأس سيكرو جلاس وملعقة صغيرة من فانيليا وثنين صفار بيض يعني مقادير بسيطة جدا جدا وهناي ضفت ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية وثنين يعني كأسي من الفارينة وغدين لملع جينة ونشوف لخصني نزيد يعني تقدري تخدمي شحن من النوع بيرطل دهان وكيلو فارينة يعني حد أقصى كيلو ورطل فارينة يعني تخدمي ربعة أنواع وانتي يا فرحانة يعني مشي المهم تكتري هنا يا بعد ما ولت العجينة طرية قدي نديرها في المول سيليكون هذا المول سيليكون اختياري انتي وش تبغي يعني الشكل اللي تبغي ديريه نديرها هكا في المول مليح وخاصة في الجوانب لازم تتضغط عليهم باش يخرجوا الشكل شباب نحاول دايما نجيب لكم الوصفات اللي تتاعد كامل للناس يعني وتكون اقتصادية وسهلة وهنايا طريقة يعني لازم تقلبي المول سيليكون باش يساعدك في الطيب أكتر باش تقلعيهم الفوقة بكل سهولة وتخليه تحمر القطو من الفوق شوفوا الله يبارك رح خرج معايا شباب وهنايا نروح نوجدو النفاج يعني السوبر كريم اللي غد نديروها البديل تع المربة نديرو ربع ما ربع تع الماء يعني ما حوالي يعني ميتين وخمسين مليلت حوالي هكذا ديري خمس ملاعق كبار تع السكر وملعقة كبيرة النشاء يعني الميزينو ونحرك جيدا ونجيب الملون الغدائي اللي نبغيه يعني بغيت تديري ملون غدائي بدوق الشوكولة أو بالليمون أو بالفراز أو باللي تحبيه فأنا اليوم ضفت ملون غدائي تع الفراز ويكون نفس الوقت هو ملون يعني ملون ومعطر فهمتينين نحرك جيدا ونديرها على النار يعني على النار هادئة كي تبدأ تتقال معايا وديلي واحدة الفقاعتها كي يخرجوا يعني تطبخه اللولة نطفي عليه وتكون وجدة معانا السوبر كريم ونخليها جانبا وإذا كنت مقلقة عليها نديرها في التلاجة لتحتها ونخليها تشد روحة شوية ونروحو نكملو تزيين الصابليتا عنا هنا يا زينت الصابليتاي حبة باش نوريها لكم شوفوا كي يخرجوا شباب نزيين حبة معاكم ونوريكم كيفاش نزيينها يلا نحتاجوا الناباش بعد ما شد روحة شوية وهنا ينوات كوكو والسكر غلاس يعني السكر غلاسي بون دروك نجيب حبة وندهنها في الجوانب بتاعها بهذا الشكل صدقوني هادي السوبر كريم يعني نفاج يعطي واحد البنة للصابلي يعني احنا ولفنا الصابلي بالكون في يوتير فبغيت نبدل شوية طحت عليها هادي الفكرة وقلت عليها هلا نجربها نشوف بنتها كيفاش تخرج لكن انبهرت من البنة بنا شباب الزاف وحتى من خليتها في الليل دقتها يعني خرجت طرية طرية لدرجة ما تصوريهاش واحسن من الكونفيتير وهنا نغمسها في النوات كوكو في الجوانب بهذا الشكل نحاول نغطيها لجوانب يعني يعطي لي واحد الأكلير الأبيض مع الأحمر هاكي ولي وردي يجي روعة المنظر العين تاعة، العين تاعة تاكل قبل كرشك ها هنا يا غادي نجيب السيكري غلاس وهكا رش ملفوقه نغطي هاداك الفوقه بالسيكري غلاس ونجيب النابجتي اللي صنعتها بالدوق الفرز ونعمر هذه البلاسة اللي في الوسط كتزيين وتزيد اللي بيننا تزيد ما شاء الله على هذا الصاب اللي يخرج جبنين بزيف وكل ما يزيد يقعد يزيد يطرى ويشد روحها يعني يخرج جبنين كيما عودتكم دايما نجيب لكم الوصفات النجيحة وراكم تفرحوني في تعليقاتكم من جربوا وصفاتي ربي يحفظكم ربي يخليكم لي هنا هي الموديل الزاوجي يعني تبغي تديري بشوكولة هنا كانت عندي شوكولة بيضة يعني مش ريتاش فقلت على هلا غدي ندير معكم كفكرة تانية دوبت الشوكولة تاعي لكن شوكولة بيضة بالخف الدوب ما تخليهاش في الباماغين يعني في الحمام المائي بزيف كي تطلق شوية قلعيها وخليها جانبا حرقها بالملعقة جيدا وديريها في المول سيليكون هذا اللي خدمت بي لقاته بشرط انه ما يكون في ولا قطرة تعمى باش تنجح معاك القاتو وتقدب الشوكولة في الحبات عصابلي نحط الحبات عصابلي فيها ونضغط معلش لا خرجتلي الشوكولة من الجوانب باش نعرفها بليتتغطة بالكامل ونضيف الحبة الثانية ونكمل القاتو التاعي ونخليه يجمد في التلاجة يعني تبغي تديري في المجمد وبعد خرجي وقلعيه من المول سيليكون وضيفي له الناباج من هذيك البلاس الخاوية دي فيه وبصحتكم وراحتكم ويخرج ابنين بزيف جربوا وردوا عليها في التعليقات كما موالف تفرحوني وزيدوا تشجعوني كتر باش نجيب لكم الوصفات الاقتصادية والسهلة والسريعة يا رب العالمين والله يقدرنا ان شاء الله وهذا الخير دايما ان شاء الله يرجع للمساكين والفقرة يا رب العالمين والله مرفعنا البلاء وبقوا في دياركم بشيرها علينا هذا المرض وتالوا في الواحكم وإلى اللقاء إلى فيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة